ذيروف أند ريسينج انطلق الشوط الخامس من مسافة الميل بمشاركة تسع من الجياد اللوكل انتاج محلي وبانطلاقة جبارة من يقود الشوط من البداية مع الفارس فرانشيسكو جيتوري لحوق يأتينا في المركز الثاني بينما دبلو دين في المركز الثالث من جانب السياج مرجانية في المركز الرابع من وسط الجياد سنيكويس في المركز الخامس أصالة في المركز السادس والمركز السابع يتواجد جولد كوس ومن ثم يأتينا أيضا زومان وايضا وافية في آخر الجياد هنا تغيرت الصدارة الآن لمصلحة ذبلو دين مع الفارس أندرو إليت خطوة بخطوة مع أصالة بشعار البستكي ريسينج مع الفارس روزي جيسب جبارة في المركز الثالث لحوق يأتينا رابعا بينما في المركز الخامس يتواجد جولد كوس مع دينسون رودرييس والمركز السادس زومان سنيكويس في المركز السادس والمركز السابع من جانب السياج مرجانية وافية حتى الآن في آخر الجياد هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية ولا تزال الصدارة والانطلاق متواصل مع دبلو دين بشعار فيكتوريس جبارة في المركز الثاني بشعار العفو ريسي مع الفارس فرانشيس كو ديتوري من وسط الجياد انطلاقة وافية مع الفارس حسين مكي فعلني والمتابع الكرام جبارة على صدارة هذا الشو بينما انطلقت وافية الآن مع الفارس حسين مكي بشعار العفو ريسي ومن الجانب الآخر انطلاقة مرجانية مع الفارس عبدالله فيصل لكن جبارة إلى خامس يشواطن أمسية وافية في المركز الثاني المركز الثالث جاء به مرجانية أما المركز الرابع جاء به لحوك ترجمة نانسي قنقر